حصلا لا ياختي صداي وعاتجي من خ 대표 وانت هطلع كده عصل المحاسب يا رينا عصل المحاسب عصل لي محاسب يا رينا عصل لي محاسب مودا خندأي للرجالي وعرف تماثم مودا خلي مات الرجالي وعرف تماثم قد اقسل لي محاسب يا رينا عصل لي محاسب بس انت وهي بيترجالة ايه كتو ستيم نيلا هو جابر ده راجل ده محصوب عليهم غالط قوتوا جرقهم همم مش وقته الكلام ده خلاص ياختي مدام مش وقته غيري الأغنية خلينا عال مرتبة يالاك جد علم مرتبة يالاك جد علم مرتبة عربتنا حلوة مقدمة يالا يالا قومي بيس القسي كده وهياتي يا حبيبشي ده ده النهار ده حميتي يا ماما تكسي تكسي ده ايه هممي عمي بيس اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو لا أشرف بيه؟ دي مواعيد؟ لا أنا عايز أعرف أنت إيه اللي أخرت لغاية دلوقتي هعمل ليه يا رضا من المدى؟ انت مالك إنت؟ انت مالك أتأخر أجي بدري انت تشغل معي، انت رئيسي، إيه؟ انت احتلت المكتب؟ لا يا باش الله خليك بلاش احتلت والكلام ده يعني ناخد بالنا من كلامنا شوية لأن إحنا في اسم عايزين اليوم ده يعدي على خير أما ليه يا يا رضا؟ المرة اللي فاتت خدت مني الشاي والترو هاتله غيرها فولي والمراضي أدخل ألاقيك قاعد هنا؟ أنا عندي فكرة حلو يا رضا؟ إيه رأيك يجيب لك مكتب هنا؟ وتبقى معانا بقى نمدي لك حضور وانصراف وتبقى معانا هنا في الوزارة ها؟ إيه رأيك؟ لا يا باشة مش للدرجات دي أنا بقولني خليها كده زيارات خفافي أحسن يعني أنا بصراحة أصلي ماليش في قاعدة المكتب والجو ده لا كتل خيرك والله هيا يا سردة إيه المصيبة اللي انت جايبها لي المراضي؟ قولي عارف وشي مش عايز مقدمات ها؟ اتطمني يا أشرف بي أنا المراضي مش جايب لك أي مصايم وما ليه اللي جايبك هنا عالصبح؟ بصراحة باشة أنا جاي يعزمك على فرحي بكرة يا يا رضا أخيرا خبر عدل أنا باشة يشرفني إن حضرتك تنورني في فرحي المتواضع لا يا سردة مدام أفرح يبقى نيجي ألف مبروك الله يبارك فيك يا باشة ويتهدش وانا يا رضا يعني خلي الجواز يهدك بقى وكفاية مصايم لا أنا دي حاجة ما قدرش أعيدك بيها لأن دي حاجة بيضربنا عارف يا رضا؟ أنا حس إن خروجي من الخدمة هيبقى عيدك إنتا قول يا رب قرط عليها جامد يا أحمد لا يا عمواطن تسلم إيديك وعوبالك عوبال عندكم جميعاً قول نبا عمواطن اتوصى بايا في الدعوة دي الله يبارك له وعوبال ليلتك يا ماجدي إمت بس عمواطني إمت بس؟ دي أنا تحبان مولة وبقول يا حلولة شد حلك والجدعن أشد حلك إيه بس أكتر من كده؟ دي أنا أكوي نص هدوم مصر يكش بس المبطة كانت تخفى عني طلباتها أحسن دي بسويانا على الجنب إيه؟ يا ابني دا جواز مش حاجة بالساهل شوف رضا وصابرين قاعدوا جهزوا قد إيه؟ وهم يعني عمواطن اللي خلاهم صبروا دا كله مش قادرين يزبروا شوية لحد دا بوا ما يخرج من السجن يصبروا؟ دا بقى لهم سبع سنين بقى أنت اللي لسه شابك بتلالي وبتكاكل عايزهم هم يصبروا؟ لا برضا عمواطني ما كانش صح يعملوا فرح والراجل محبوس كده يا ابني مش أحسن من البت تقعد لوحدها في شعقة طويلة عريضة هقال له بقى فيه راجل ياخد باله منه الفيبس وصل خد زغلول وطلعوا السنديق عند الست ومريضها يالله زغلول يالله تعالى طلع معايا يالله استمرت ايه يا عم تأخرت ليه كده؟ على مهلة على مهلة على مهلة إيه سأوصال على النب محيات النب يا صبرين ما انت عارفة أنا فرحان قدق النهاردة ربنا يا سعيدكو يا رب حاببتي يا نسمع عقبلك يا رب انت وعاطف فق عشان نخلص منكم يا رب يا اختي اسمع ابوك ربنا بقولك ايه؟ النهاردة بقى أنا وماما مسكن عبي رضا وودينا له الوصايا السابعة خلي بالك من صبرين اوعى تزعلها اوعى تضايقها انت ملكوش غير بعض بصي لو اقنا ولك على الاخر ربنا يخليك ولاي يا نسمع انت يا ماما حليمة يا رب ما حميه مغجو ابدا حاببتي انا اللي كان نفسي هدخل بعفشة وبهاز جديد زي كل البنات بس نقول ايه بقى؟ الله يسمحك يا ابو يا ستي ما تضايقش نفسك ابقي هاتي كل اللي انت عايزة واحدة واحدة على معلك استاني فكرتيني ان انا جايبالك حاجة جايبالي ايه؟ استاني قولي يا بات مماضي ايه؟ ماشي مماضي مماضي ايه رأيك؟ ايه ده الله؟ ما تقوليش انه ده عميس نوم قولي في حاجة على اجزة بقى كده نزلت وسط البلد نقصه الحل تليه يا ناس اللون روح حلو قوي على فكرة ينيلك ده صدره عريان قوي لا يخرب بيدك حتكسف ألبسه لا لا تكسفي ايه؟ احنا هنستهبل النهاردة مفيش حاجة اسمها كسوف وبعدين بقى قبي رضا بيموت في اللون ده نسمع نسمع يلا بقى سيب القروسة بحالها لسه فيه مزامبليها يتعمل وحمامات كريم ومسط مغريني هنقاحها فيها لحد الصبح الله انت بتعمل ايه يا عريس؟ ايه يا عمواطني حافرش الكراسي مع الناس تفرش ايه؟ انت متمدي شيلك في اي حاجة يا مجد ايه يا عمواطني مجد تعاشل الكراسي دي حاضر عمواطني سيبي عمواطني بعد ذلك عمواطني يعني بقى قولي عمواطني الناس كلها تبقى تشتغل وانا اقف كده ما بقاملش اي حاجة وانت تقف ليه من اساسه؟ انت تنزل تحت تريح وتروق ومتشلش هام اي حاجة خالص ربنا يخليك لايه يا عمواطني والله العظيم ابوه الله يرحمه لو كان عايش ما كانش هيعمل معي اللي انت عملته ده ابوك الله يرحمه كان اكتر من اخ يا رضا ويعلم ربنا انا حسس ان بجوز ابني لا لا يا عمواطني انت ايه؟ عايز تكبر نفسك ولا ايه؟ ليه؟ مش متربي على قدية ولا ايه؟ ربنا يخليك لايه يا رجل يا طيب ربنا يسعيدك ويتملك على خير يا رضا امين يا ربنا استني يا حاجة الساعة بعد يزلك عمواطني اه؟ اتفضل اتفضل يا حاجة يا فهم يلا يا رجال عايز بقيت فلوس لحاجة الساعة عشان حسب الرجل تحت عايز كيه؟ وجرة الترسيكلي بقى متين وخمسين جنيه حلوة قاوي متين وخمسين اهم يا معلم اتفضل مش كنا زودنا لحاجة الساعة شوية؟ لا لا مش هنزود حاجة ايه؟ هو كده حلوة انت خدت متين وخمسين وانا كده فاضل معي تلتمية عمرك في حياتك شفت عريس ليلة فرحه تجيبه تلتمية جنيه فهمي؟ تلاشة عبي ان شاء الله ربنا حيكمك النهاردة بنقطة زي الفن يا رجل انت موجب مع المنطقة كلها يا رب بس يفتكروا الوجايب اللي عملناها معاهم لحسن الحالة خربانا عن اخر والله الكلام ده ما ينفعش يا فرماو الرجل اللي كنت بتتحجي بيه خلاص غار في ستين دهج ايه حاجتك بقى؟ بس ببس يا معلم سينمية الدنيا مليانة لبش والعين بقت على المستشفى قد خدها على رأيي الست انما للصبر حدود اتقل اتقل لغاية ما يرسى الدكتور رافض ويتمدي قرار تعيينه وبعدها اجيب لك شوية بضاعة يخلوك تغني للحب كله طيب اخوي لما شوف اخرتها معاك الستة النهاردة مش عاجبني كده معلم زي ما يكون فيه حاجة وفيه ايه بالزبط النهاردة فرح صبرينا فرماو البيت دي لسه منقششة في نفوخك ما تفوكك مينة بقى معاك مش قادرة فرماو مش قادرة الله العظيم ثلاثة دي بيت فقرية بقى تسيب العز والنعمة اللي هتشوفه معاك وتروح تتجوز وقت زي رضا لعلمك بقى معلم البيت دي دماغها بايزة انا مش عارف الوقت رضا ده عملها ايه اخي ميخليها متحلقة بيه بالشكل ده مش مسالة عملها هي اساسا ببت عدمت النظر اللي قولي هو عزمك عالفرح عزمني ده بيطقي العامة ولا يطقنيش والعلمك بقى حتى لو كان عزمني ما كنتش حروح انا بقى هروح ايه ده عزمك وهي عرفني اصلا عشان عزمني طب مدان ما عزمكش هتروح ازاي الله بنت حتاتي وبنت صاحب وحبيبي ولازم اروح واوجب معقول هتروح وتوجب كمان ده انا حوريهم ليلة وعمرهم ما ينسوها موسيقى 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 المترجم للقناة 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 بدأ لما انت فرد سجرك علينا كده ومتانك مدي ايدك في جيبك وادفع الفلوس اللي على الصنيورة الفلوس اللي عليك؟ تملكش عندي حاجة لا يا اختلية الفلوس اللي كان بيلهافها بوكي مهرك عروصة لا كلامك يبقى معاي انا مهرك ايه؟ اتكلم عيد العيب كده لا انا مش جاي اتكلم انا جاي ناف مش كده امعلم اتكلم ااخده اعاطر هبه وغز الفارة تملك امه يا اهلا يا اهلا والله العظيم من طاله وارد يا باشا ازا كفان؟ ازا هكفان من مهورنا الف مبروط لردى وعبالة الله يبارك فيك ابي ردى حيطير من الفرحة والله يا فدت 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 والله يفهم من عادة ان ما بحضرش افراح بس ده ردى ده الغالي اخيرا هشوفك مناسبة من جيل مسيطة السلام عليكم والله يمن صدق ربنا خليك فدت 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 اهلا يفهم نفهم يا فامي بس يبني انتها هوا هم تعرض احسن اللي هيتحرق عامر بأمه بالنار بس انتها هوا الله يخرببيتها كارادا يا باشا انا عاوز حق لازم تعمل لي محضر محضر ايه انت حتستعبط ده بهدلني يا باشا هو انا كده بقى بهدلتك ده هو ليه بهدلتك شوف منظرنا وشوف منظره ما فيهوش خدش ما تصالش يا باشا هو اللي رحم الديني بنت مكفوش يا باشا يا باشا يا باشا ايه في ايه انتو في كين نفسكو فين انتو في اسم زيك يا رضا زي ما انت شايف يا باشا هو ده الفرح اللي انت عزمني عليه انا ماليش دعوة يا اشرف به الراجل ده هو اللي اتهجم علينا وبوز الفرح ما تصدقوش يا باشا انا راح اخد حقي اللي هم واكرره علي ايا حقي ايه يا بو حقي انت الكسر حقك قولتي بس بقولك يا فولي طلعهم لي برا ودخلهم لي واحد واحد يلا يا باما فاندي قدامي برا برا استنى رضا عاوزك تعال تعال اه ليه كده يا رضا معنش شوف يا رضا كلام اللي قولك ده عشان نعيش والملح بس الموقف لو فضل كده كلكم بربطة المعلم هنبيتو في التخشيبة والصبح هتتعرضوا عن نيابة التخشيبة ايه يا اشرف بي اللي حنبيت فيها ما حضرتك عارف الليلة دي ليلة دخلتنا خلاص يبقى نمشيها صلح عشان انت ومرتك تروحوا البيت صلح صلح يا اشرف بي بعد كل اللي عملوا فينا ده هتقل لي صلح يا بنيا ده مفهم انت بتقول ان هو اعتد عليك وهو بيقول ان انت اللي اعتدت عليه كده بقى محضر قصد محضر وبدل ما تقضي الدخلة بيكو هتقضيها في التخشيبة والصبحية هتبقى في النيابة لا ونبي يا رضا ابص رجلك عادي الليلة اللي مش عايزة تعديدي على خير والنبي بص ايدك ونبي أقول هيا يا رضا نويت تعمل ايه اللي تشوفه أشرف بي بقى ممشيها صلح وبعدين دي مناظر هتدخل النهاردة قادر على كل شي شو انت ربازة هنا اخوتي بال شايفها يا رضا شايفها اه 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 احنا كده نبقى دخلنا رضا اه دخلنا الشقة على الاقل وبينا تحت سقف واحد واحدش بقالو عندنا حاجة اه اللي حصل ده معجزة بكل المقاييس يا صبرين احنا بقالنا السبع سنين مش عارفين نخش تفتكري يوم ما نيجي نخش هنخش كده عادي يعني زي الناس كلها ما بيدخلوا اه اه بيقول لي فيه 14 مصابين وتمانية جرحة لم يستدل على هويه قلنا لي بموت فيك يا ردا لا قلنا بله يخليكي بلسرت الأموات في الليلة زي دي احنا نتكلم عن الإصابات ماشي الجروح شغال لأن انا عامل حسابي للحاجات دي كلها استني تعالي ورد تعالي بصي وردك يا ردا وردك يا حيلي يا ردا ما عالش وانا لازم أوريك تعالي بصي وردك ومي أوريك حاجة يبدأ للفرق دي ازاي موسي هعملك هنا أكزخانة صغيرة كده محندقة هتلاقي فيها كل المستلزمات بتاعة الجروح يعني والحاجات دي هتلاقي سبغة يود وقطن وميكروكروم وكل حاجة يا راهو يا ردا انت مش قادر تنسى انك مورد ودهاجة تتنسى برضا يا حبيبتي يا صبرين يا مراتي يا معبد ربه لا ما تتنسيش يا ردا يا جوزي يا معبد ربه يا صبرين يا أخيرا صبرين يا hill يا ردا لا ردا ما اقللك الحته دي لا إلها ماء ودي ئ ما اننا هعمال ايه يعني ما احنا واخنا طالعين على السلم جيت امسك ايدك قلتلي لأ يا ردا الحتة دي لا فطالما دي لا ودي لا يبقى.. يبقى لأ احنا ننام أحسن تصدق؟ لاب انت ابن حلال خدتها من على طرف الثاني يا رضا ننام؟ اه ننام ايه المشكلة يعني؟ ماشي اه ننام طب بقولك ايه؟ طب بوسة مثلا ايه يا رضا؟ مستعجل على ايه يا رضا؟ انت اصلا مش قادل تبشي وبعدين احنا لسه العمر قدامنا طويل ايوان عمر طويل صح؟ مورا لاش حيك ايه؟ والله هو المفروض ورانا بس هنعمل ايه؟ استعالي استعالي على مين؟ على مين؟ بس انا كنت عارفة ان حيتهايشان انت زقني بس براحة بقى؟ اه يا رضا اه يا رضا اه يا رضا بقى رضا والله بس بقى على مين؟ بس يا سيتي كده انا مخلطة كل اللي فيدك شوية دول طويل بجد يعني ما انا قلتلك الكلام ده؟ لا بس باستاذة بتاعت الشاطرة جد ده قال لي حاجة عن زيابي لا بجد يا اونايا انا مش عارف اشكرك ازاي او متشكر متشكر؟ فهمي مش كيفية بقى الطريقة دي؟ انت بقى لك اكتر من اسبوعين بتتعامل فورمال زيادة عن اللزوم كأننا زمال بس مالي احنا؟ لا احنا مش زمال بس وانت عارف كده كويس احنا اكتر من كده بكتير عارف بس واضح ان انت نسيت اللي حصل يا فهمي اللي ماما عملته ده كان غلط بس انا كمان مسكبتش واجهتها قالت صح مش هتفرق او من ايه مهم انت انت كد عايزة اتعرفني حجم الحقيقي وتقول لي احنا مع قدك ماشي بس انت مجذبتش علي انت قوتيلي ظروفك كلها من اول يوم واعدتني ان انت هتتعب وتكافح لجاية لما تغير ظروف دي ان شاء الله هعمل كده ولم اقف عارلي واكون نفسي واقدر عايشك في نفس المستوى اللي انت عايشة فيه ساعتها حاجة واتقدملي طب يبقى فين المشكلة بقى المشكلة ان انا مش عارف ده هيحصل امتى ممكن يقول له سنة اتنين احشرة ماشي هستنيت مين قالك ان انا هقبل بكده ساعتها انها بقى ناني ميفكرش غرفي نفسي وبس ان انا بقوله ده ممكن يحصل وممكن جدا ما يحصلش ساعتها ده هيبقى نصيبي لكن انت بقى زنبك ايه ضايع كل سنين عمك دي بسببي زنب ان انا بحب شوف دي هوا يا زنب هوا انت عارف ان انا مش قصدي كده عارف بالوقتي مش قصدي لكن ساعتها هتبقى دي هي الحقيقة عشان كده لغاية لما قد رقف عاربية خلينا زميل بس عشان ما بقاش عليكي قيلة زمن اي نوع تأكده يعني ان انت لو في يوم يعني ما شعركت غيرت من حياتي هتلاقي لكي اخي بحبك خاف عليكي هتلاقي لكي كل ساعت اخ ماشي يا فهمي امسك يا رضا ده قرار تعيينك رئيس قسم التمريد في المستشفى تعييني انا مش غريبة دي يا دكتور غريبة في ايه يا رضا يعني عشان الاقدمية وفرماوي فرماوي ايه وزفتي ايه وانت فاكر اني انا ماناش عارف فرماوي ده بيعمل ايه بص يا رضا ان الاوان اني احنا نمشي صح بقى مش خوف يعني من الرقابة ولا من الجهات الامنية اللي سمح الله لا وحيات ولاتي ده خوف من الله سبحانه وتعالى منعمة بالله يا فندي ومرتبة كاسيدي هيزيد خمسمائة جنيه مرة واحدة ها قلت ايه والله يا دكتور رقفة انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي رضا انا عاوزك تبقى عيوني هنا في المستشفى عاوزك تشرب بنفسك على كل صغيرة قبلك كبيرة انت طبعا لامس كل حاجة في المستشفى وعارف كل اللي بحصل فيه ايو بس انا لو بقيت رئيس قسم التمريد همشي كل حاجة مظبوط مظبوط يعني ايه يا رضا انا اللي بقولك حبيبي ماشا يا دكتور ربنا هيقدرني يا رب واكون قد المسؤولية دي على فكرة يا دوتو انا حاسي الأتيتشوت بتاعك اتغير بعد ما رجعت للتدريس طبعا لازم اتغير لان رجعت المهنة اللي انا بحبها طول عمري دي شاري مهجوري حبيبتي ازايك والله كنت هكلمك بس كنت مجهولة ايه ده عيد ملاد شادي كل سنة هو طيب طيب بس هشوف ظروف مراد الاول حاضر دكا يلا هافي لابلي داي مايبعد في ايه مراد بصراحة بقى الناس دي انا ما بقيتش مرتحلون ليه مراد احنا طول عمرنا مع عشرينهم عمرنا مشوفنا منهم حاجة وحشة فاضل ده يشوفي انا بعرفه بقى ليه قد ايه لكن حاسس انت خدعت فيه ليه ده كل بسبب الولد اللي اسمه رجل في الاول انكروا انه عرفه بعد كده اكتشفنا في الفرح انه قريبه رجع تاني قال انهم ناس مش كويسين النهاردة بقى بيتصور معاهم وبينزل الصور على الميديا تسمي ده ايه ليه شونت حركات عشان الترشيح بتعليه ناسكو الكلام ده انا مفهموش هو بالنسبة لي كده راجل بميكوش وانا ما حبش اعرف الناس اللي زي دي منفضلك عاوزين ننساحب منهم كده بهدوء واحدة واحدة انت بتفاجئني يا مراد بقرارات غريبة جدا المفروض اعمل انا ايه دلوقتي؟ اعمل اللي بقولك عليها يا دكتورة ومن فضلك مش عاوز مناقشة في الموضوع ده تاني ايه وا واي حد فيكو يفتكر ان انا جاي اقطع عيشه ولا حتى بصله فرزه بالعكس انا مسكت قسم التمريد ده عشان انا حاسس بكل واحد فيكو وعارف الظروف كويس الظروف ايه بقى اللي عارفها عننا يا أستاذ ريدال لما تمنع الحسنة اللي جاءنا من ده ولا من ده تبقى انت كده حاسس بينا؟ احنا مش شحتين يا أستاذ شاوي عشان ناخد حسنة من هنا ولا من هنا احنا ناس صحاب مهنة وبناخد اجر على شغلنا اجر يا عمران الناس دي لو مشت على اجر مش هيلول عيش الحال ربنا بيبارك في الرزق الحلال يا فرماوي تخيل انا قدامك اهو فاتح بيتين وربنا ساترها معايا ومش بمدي ايدي لحد الحمد لله نشتغل ورديات زيادة وناخد عليها اجر وانا هكلم الادارة تعملكم مكافئات ده حقنا السلام موت يا حمام يا اخوانا لازم نحس بقيمة اللي احنا بنعمله عشان الناس تحس بقيمتنا التمريد ده مش مهنة وخلاص المريض وهو بيتقلم ما بيلاقيش قدامه غيرنا احنا اللي بندحك في وشه احنا اللي بنتبطب عليه احنا اللي بندينه الدواء في معاده اي دكتور كبير في مستشفى بيعمل عملية نجاح العملية دي مش بيبقى في قط العمليات وبس بالعكس نجاحها خمسين في المية منه بيعتمد على اللي بيحصل بعد كده على الافاقة على المتابعة على التغيير على الجرح وكل ده احنا احنا ملايكة الرحمة يا اخوانا ولا نسيتم؟ والله يا ريدا انت عندك حق احنا كلنا كده معاك قولتي يا فرماوي حقولي ايه يا يا ريدا مش انت خلاص بقيت رئيس قسم التمريد وعايزها ناشفة خليها ناشفة يا اخويا لما نشوف اخرتها ايه اخرتها فل ان شاء الله خلتي؟ اهل النساء اللي خلتي تفضل ازايك يا سابري؟ الحمد لله يا حبيبتي انا حرفة ان ريدا في المستشفى قلتها اقعد معاك شوار يا حبيبتي انت اتنوري اي وقت لحظة واحدة بس اكون اعمل لكوباية الشاي بالعال لأ شاي ايه انا شربة تعالي بس اقوتي ميش يا ستي حاضر وديق علي هيا حبيبتي ايه الاخبار؟ اهو تمام الحمد لله مفيش حاجة في السكة حاكت ايه يا خلتي اللي في السكة؟ واحنا الحقنا ليه يا اختي؟ ده انتو بقى لك اكتر من اسبوق مأنتي عارف يا خلتي اللي حصل في الفرح؟ مأنتهين من اللي حصل الفرح؟ وبعد كدا... وبعد كدا اه اه اصلا اه oup هويت يكون اللي بالي يخرب آقلك هويت يا بيت مش هزبالها؟ يا خلتي حتى لو كدا يعني متفتك الي ان انا كنت حاجة للفرح عشان موضوع طفح زي ده طلل سبع سنين يا خلتي سبع سنين ده انا مسدق لأ والنتي السادقة انتو اللي فقر مش باين لكو دقلة من أصله الله ينور الله ينور يا مونا بس يزاودي المطاهر شوية قلب السلام عليك يا حج صباح أبقى أعدي على المضيدة اللي بغرفة ثلاثة أبقى ياريلها عالك حاضر يا رب قريني تبا ألو أيوة يا صبريب أيوة يا ردو أنت فين كل دا تأخرت كده ليه؟ معلش بقى شغله والله أنت عارفة بقى منصب جديد ولازم الواحد يثبت نفسه ربنا يعلم والله أنا من الصبح ما أعدتش وبيني وبينك كده أنا احتمال أباد في الشغل النهاردة بقى من أولها كده يا ردو هعمل إيه بقى؟ طالما وفقت أبقى قد المسئولية لازم أبقى قدوة حسنة لكل اللي حواليها لازم أبقى موجود في وسطيهم وإيدي قبل إيديهم مش قادر أقولك يا صبريني الدنيا هنا عاملة إزاي؟ خلية نحل معقولة؟ أهو الله زي ما بقولك كده عاصل البنا قدم مننا بيبقى محتاج حد يقوله كلمة حلوة يضحك في وشه ساعتها هتاخدي منه شغل إيه عجب طيب ربنا معاك يا حبيبي بس هتوحشني قوي يا ردو أنت كمان هتوحشني والله بس ملحوقة مش أنت بكرة رايح على المدرسة؟ أهو إن شاء الله رايح طيب خلاص هعدي عليك بقى بكرة بعد ما تخلصي المدرسة واخدك ونتغدى برا إيه رأيك؟ لا نتغدى برا إيه بس جميعا اللغة ده ده